تفتكر إيه اللي ممكن يحصل لجسمك لو عملت تمرين تنفس يوميا لمدة 5 دقيقة بس عملته صح يعني إيه صح يا دكتور ده حطت تحتها دي مليون خط إن حتى لو أنت بتعمل تمرين تنفس وعرف أهميته فأنت بتعمله غلط فالنهار ده هنتعلم نعمله إزاي وفي نفس الوقت أنت ممكن تستفيد إيه وراء وقلم بقى وكتب ورايا على كمية الفواد أنت تستفيد منها أول حاجة جماعة ده تمرين مهم جدا لقدار المعدة لو عندنا مشكلة في إجدار المعدة أو عضلات المعدة ضعيفة فبيقوي إجدار المعدة وفي نفس الوقت ده المعدة طبعا بدي حاجة مهمة جدا للهضم وحاجات كتير فيما نشتغل على عضلات المعدة وأوي إجدار المعدة بيفرل كتير جدا معايا رقم اتنين بيقوي عضلة إحجاب الحاجس رقم تلاتة الناس اللي هي بتبقى عندها مشاكل في استرس عندها مشاكل في توطر عندها مشاكل في قلق كل الحاجات اللي احنا عارفنا دي مجرد ما نعمل تمرين تنفس قد ايه بيعمل على استرخاء الجسد وكمان العقل يعني هو التمرين ده بيغزي عقلك وبيغزي جسمك كمان لان طبعا الاكسجين بيروح لكل خلايا الجسم واثناء التمرين ده طبعا منقض فترة بنحرش النفس فده بيقلل معايا اللي اجتهبت وكمان بيزود من عمر الخلايا البزعية فاللي انا بقوله ده معناه ان هو بيعمل ايه بيزود كمان مناعة عشان بيزود عدد كرات الدم البيضة بلاس ان هو طبعا بيقلل من ضغط الدم بيحسن الدورة الدموية كلها الناس الكورتزول دايما عالي مش عايز اقول لكم التمرين ده بيبقى مهم مقدي انا دايما في جرسات الكوتشين لما حد بيتابع معايا ببقى دايما ريكميند معايا ان هما الصبح يبدأ ايه من تمرين تنفس حتى ولو خمس دقايق يوميا ولو عارف يعمله تلات مرات او اربع مرات خلال اليوم او قبل ما ينام كمان بيخليه يقدر يدخل في نوم وعميك مش عايز اقول لكم هتدعوني حاجة مهمة بقى يا جماعة ان احنا لازم نبقى فاهمين ان 75% من دهون جسمنا الناس اللي عندها دهون او بطنة او كرشة او عايز تنزل في الوزن وعندك دهون وقول لك ايه لعب رياضة ولاعب جم او الاكل 75% من دهون جسمك دهتوع اصلا فين في ساني اكسيد الكربون علشان كده لما بنلاقي ناس تروح جم وطاعد تمشي وطاعد تحمل مبوض كبير ايه دماعة وانا ممزلش في الوزن ايه علشان انت بتتنفس غلط فلما تتعلم ازاي تتنفس صح هتبدأ تتخلص من دهون جسمك تعالوا بقى نتعلم نعمله ازاي عشان ده مهم جدا ان معظمنا ممزلش عارف يعني التمرين تنفس صح حلوة كده نبدأ ايا لما نيجي ناخد نفس عارفين البلونة عايزين بقى ايه نملى البلونة فناخد نفس كبير هنحط ايدينا على بطننا وايه بتاني على صدرنا عشان تحس بعضلات بطنك ويه بتتحرك لو البطن اكيناك نفاخت باللونة البطن تطلع وتقوم داخلك جو لو ما عملتش ده يبقى انت بتعمله غلط حلو كده فانت خد معايا نفس جامل احبس جوه عشر ثواني وتقوم عضلات البطن داخلة معاك تطلع عضلات البطن برا طبعا اكيد مش باينة في الكاميرا بس مقصد كلامي ان احنا هناخد نفس تمام نتنفس بهدوء نبدأ نحبس نفس نمنق نطلع نفس برا ابقى مسترخي تماما عرفت اقعد في شمس عرفت ان انا اقعد في مكان في خضراء ابقى في حالة relaxation حالة استرخاء ابقى اخد نفس اكسوجين ابقى ان انا اكتم شوية اطلعه تاني بالراحة التمرين ده جماعة بيغزي المخ الطريقة مش طبيعية وبيغزي الجسم كله وخلايا المخ كلها وبيهد استرسه وبيقلل توطر وبيعمل relaxation وخليك تنام نوم كويس وفي نفس الوقت بيحسن دورة تنوية مهم جدا اعملوه بس خمس دقائل كل يوم وستة اسابيع ستة اسابيع حرفيا بجد صحتك العقلية والنفسية والجسدية هتلاقي فيها تغير كمير جدا لو عجبتك المعلومة اكتب لي تحت في الكومنتات لو انت بتعمل التمرين ده بالطريقة دي اكتب لي برضو تحت في الكومنتات وشوفكم دايما عفير وصحة وسعادة والسلام عليكم رحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة